موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمود مرحب بكم شباب كيفكم عامليني النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن دورة بعنوان احتراف تقسيم الهاردة عن طريق برنامج الويندوز او عن طريق الويندوز او برنامج تقسيم الهارد الخاص بالويندوز وهو الديسك مانجمينت الدرس هذا مهم جدا جدا اي حد بيتعامل مع كمبيوتر اكيد في وقت من الاوقات هيحتاج الطريقة دي او على الاقل هيفهم الطريقة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي تقسيم الهارد عن طريق الديسك مانجمينت طبعا هنعرف كل شيء بالتفصيل ان شاء الله بس دي مقدم سريع عن طريق الدورة اللي احنا بنعملها دي علشان الاخوة اللي هيتابعونا هيبقوا عارفين احنا هنتكلم ازاي او الدورة هتمشي ازاي اول حاجة هنتكلم عن النوعين الهارد النوع الاولاني اللي هو الديسك اسف اللي هو البيزيك والنوع التاني اللي هو الدينامي وهنعرف الفرق بين البيزيك وبين الدينامي ويمتى استخدم البيزيك ويمتى استخدم الدينامي ده كله اللي هنعرفه ان شاء الله من خلال الكام فيديو اللي احنا هنشرحهم او هنتكلم فيهم مع بعض بالتفصيل طبعا حدا هيقول لي طبعا برامج التقسيم موجودة كتيره البرامج دي بتعمل نفس الشغل بس فيه اختلافات كبيرة جدا طبعا البرامج عشان توصل للمرحلة اللي هي مرحلة التقسيم الخاصة بالويندوز او اللي احنا هنتكلم عليه هتكون البرامج مكلفة جدا فاعتقد انه هي فيه اختلافات كتير هنتكلم عنها طبعا برامج التقسيم مش هتقدر ان هي تعمل بعض الخطوات كتير بيفضل انه يستخدم برامج الويندوز على وضعها ويتعامل معها بدون برامج اخر احنا هنعرف دوقتي الفرق او هنعرف مع بعض الفرق بين البيزيك وبين الديناميك والبيزيك كم نوع والديناميك بستخدمه ازاي الكلام ده كله عن طريق ويندوز 10 زي ما احنا ما شايفين طبعا الكلام بينطبق على ويندوز 8 و 8.1 و 8.7 وبعض الاختلافات في ويندوز اكس بي طبعا الكلام برضو على ويندوز سيرفر 2016 وما اسفل منه يعني مش هيختلف كتير غير بعض النقاط البسيطة جدا عن الويندوز عن السيرفر ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل طيب علشان اوصل للديسك منجمينت اوصل لها عن طريق اكتر من مكان اشهر مكان اللي هو اقاف على مايك الكمبيوتر وهو رح دايس كليك يمين واختار مانيج ومن مانيج هختار ديسك منجمينت دي الطريقة الاولى واسهل طريقة طريقة الطريقة الثاني اللي هي هعمل اختصار للدخول على الديسك منجمينت هعمل شورت قط طبعا الكلام اللي هنكتب ده وقت يكون موجود في صندوق الوصف تحت علشان يكون الموضوع سهل باول حاجة هنكتب ويندوز ده الرابط معانا اهو او الاختصار هيكون موجود في صندوق الوصف برضو طبعا نقدر نكتب الجملة دي زي ما هي كده هنحصل على الرابط او من عن طريق بروز هنوصل ل ويندوز سيستم اتنين وثلاثين ديسك منجمينت دوت ام اس اسي هنضغط نكس لو عايزين نديها اسم هنكتب الاسم هنا اللي احنا عايزينه هنخليه زي ما هو هنضغط فنش ونقدر نفتح على طول عن طريق الاختصار اللي احنا عملناه وده اللي هيكون موضوع دورتنا او حلقاتنا اللي هنتكلم عنها ان شاء الله ازاي هنتعامل مع البرنامج طبعا احنا اللي احنا شايفينه ده قدامنا هو هارد اللي عليه الويندوز طبعا الويندوز اخذ المساحة كلها فاحنا علشان هنستخدم او هنتعلم مع بعض هنضيف هارد وهاردين وثلاثة اللي احنا هنستخدمهم في شغلنا مع بعض دول هنضيف هارد طبعا هنعلى نظام وهمي لان احنا هنقسم ونفرمط ونقسم ونفرمط ونعيد تأسيم فطبعا الكلام ده مينفعش على الهارد الفيزيكال فهنستخدم الهارد الوهم هنضيف مع بعض هارد او اكتر من هارد اللي احنا نستخدمهم في الشرح وان شاء الله لو في حد محتاج شرح البرنامج الفيوموير يبعث لنا لانه موجود شرحات كتير واحنا هنعمل فيديو عليها ان شاء الله هنضيف هارد كمان برضو مساحة 10 جيجا ان احنا مش محتاجين الهاردات في حاجة نضيف هارد كمان طبعا احنا نقدر نضيف اكتر من هارد بس ده اللي احنا محتاجينه في شغلنا حاليا طبعا الوضع اللي احنا هنتكلم عليه ده اللي هو اضافة هارد اضافة هارد ده اللي احنا يعني الجهاز هنوصل فيه هارد فهيظهر بنفس الطريقة اللي احنا هيظهر معنا فيها هنضغط اوكي هيبدأ يظهر معنا الهاردات طبعا لو قفلنا دي برنامج الداس كمان جارمين عشان نفهم بس ان احنا ايه يبقى الموضوع واحدة واحدة فيبقى يكون الموضوع سهل هنفتح مع بعض تاني هنلاحظ ظهرت حاجة اللي هي احنا ضيفنا طبعا تلات هاردات وهنا بيجي يقول لي انت هتضيف تلات هاردات دول فبيديني خيارين وبيعلمني طبعا على الهاردات اللي احنا هنضيفها مع بعض زي ما احنا ما شايفين هارد واحد اثنين ثلاثة وبقول لي عندك نظامين او نوعين تقدر تختار ما بينهم اللي هو ال MBR وال GBT طبعا دول اللي هم نوعين البيزيك اللي احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل دول فاحنا هنخلينا على الوضع الاولاني وهنا نضغط اوكي علشان نعمل عملية اضافة الهارد زي ما احنا ما شايفين الهاردات اللي احنا ضفناها معنا اللي هي الهارد رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة تركيم الهاردات عندي في الويندوز ما بيبدأش من واحد زي ما احنا ما شايفين التركيم بدء من رقم زيرو واحد اثنين ثلاثة لو في دي في دي او سيدو روم ايا كان هياخد التركيم بعد كده فلازم نبقى فاهمين ان الهارد الاساسي عندي اللي هو عليه الويندوز اللي هو اخذ رقم واحد بعد كده الهاردات واخد رقم اثنين فزيرو هنا او صفر ده بالنسبة لي او الجهاز بيقراه على ان هو عدد فانا عندي اربع هاردات فاقدين واحد اثنين ثلاثة او اربع دي اللي هي تركيم الهاردات واضافة الهارد زي ما احنا ما شايفين ان نلاحظ هنا ان الهارد اري بيزيك و اري المساحة و اري اونلاين طب ايه الكلام ده تفصيل الكلام ده ان احنا لو وقفنا على الهارد من برا هنا وجينا على بربيرتس ندخل على فوليوم هنتشوف معانا ديسك اللي هو ديسك وان ده تركيم الهارد الطيب بتاع الهارد اللي هو البيزيك والهارد اونلاين وعلى الوضع اللي هو الماستر بوت ريكورد اللي هو وضع الام بي ار وده مساحة الهارد يبقى دي كل المعلومات اللي عن الهارد بتاعي لو انا عايز اتقل على الهارد واعرف معلومات الهارد او اي معلوم عن الهارد زي ما احنا ما شوفنا مع بعض دوقات اول ما وصلنا الهارد ادنا نوعين اللي هو الام بي ار والجي بي تي طيب البيزيك بينقسم لكم نوع احنا قلنا الهارد بينقسم من برا لنوعين يا بيزيك يا ديناميك الوضع الطبيعي اللي هو البيزيك ندخل بعد كده البيزيك بينقسم لكم وينقسم لنوعين اللي هو الماستر بوت ريكورد او الام بي ار والجي بي تي او الام بي ار مميزاته او اللي بيفصل عنه عن الجي بي تي او لو قلنا الفرق بين الام بي ار والجي بي تي هيكون فرق كبير وفرق مختلف كله اول حاجة عندي اقدر اقسم الام بي ار اربع برتشانات برايمري ده على وندوز اكس بي على وندوز اكس بي فقط طبعا احنا مش معنا وندوز اكس بي ده وقت عشان نوضح عليه بس احنا بنقول ان احنا لو على وندوز اكس بي ودخلنا على ديسك مانجمنت وقولنا هنقسم الهارد او برايمري هنقسم اربع برتشانات برايمري لو اتبقى مساعها في اخر الهارد وليكن احنا هنقول مثال ده وده مثال ده اللي بينطبق على اكس بي بس عشان بس ايه نكونت فاهمين احنا هنروح عاملين اا برتشان هنضغط هناخد مساعها في البرتشان ده وليكن اا واحد جيجا هنروح واخدين اا مساحة كمان برضو نفس المساحة هنروح عاملين كمان اا برتشان هناخد نفس المساحة طيب احنا كده عاملنا تلات برتشانات برايمري لو راحنا عاملنا نفس البرتشان اا على وندوز اكس بي هيروح عامل لنا برتشان كمان مساحة واحد جيجا هيتبقى ستة جيجا في اخر الهارد الستة جيجا دي على نظام الاكس بي مش هقدر استفيد منها باي حاجة ليه لانه هو بيعمل لي في الاكس بي اربع برتشانات برايمري بس طيب ايه الحل في خيار في الاكس بي بيديني مساحة ان انا اعمل الاكستنتد للمساحة الباية اللي هو تلاتة برايمري واكستنتد مساحة كلية اقدر اقسم منها لوجيك اللي هي تديني مساحات اخرى اللي هي هنتكلم عنها الفرق بين البرايمري والاكستنتد واللوجيك ده على مستوى الاكس بي على مستوى ويندوز سيفن تمانية واحد ويندوز عشرة على ويندوز سيرفر برضو نفس الكلام اللي احنا هنتكلم عليه دواء بيديني تلاتة برايمري وده اجباري زي ما احنا مشوفنا ان هو لما جينا لو احنا عملنا دليت للبرتشانات اللي احنا عملناها هدي وهنبدأ نقسم من جديد فهنلاحز ان احنا بيظهر معانا مساحة الهاردو الكلية مفيش اي خيارات اخرى هنديله مساحة برتيشان برضو مفيش اي خيارات تاني كلها خيارات طبيعية جدا فنش لما اجي اختار مساحة تاني برضو مفيش اي خيارات اخرى واي اضافات هنديله برتيشان كمان هناخد برتيشان كمان نديله نفس المساحة انا كده عملت ايه عملت التلات برتيشانات برايمري والبرايمري هنا برتيشانات اجباري مش اختياري طيب لما ندخل على الجزء اللي بعد كده اللي هو المساحة الباية دي وهنروح هنقول له احنا عايزين برتيشان تاني مساحة واحد جيجا اللي هو المساحة صحيح اللي هو المساحة ترجمة نانسي قنقر